بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحل هذه النهاية لها حساب نهاية الدل أسية بتبديل متغير رقم 12 عندنا اللي هي لميت أسية X-X-1 على X مربع لما X يقول إلى الصفر إذن ننطلق على بركة الله لو نعوذ أبناء تعويذ مباشر هنا أكيد هنا الصفر وهنا الصفر وهنا الصفر ماذا تعطي لكم؟ أكيد سوف تعطي لكم واحد ناقص صفر ناقص واحد على صفر مربع له الصفر وتعطي لنا صفر على صفر هذه حالة دم التعيين لكن أبنائي في حالة دم التعيين قلنا أنه مرات لما نجد صفر على صفر ممكن نصل بالعدد المشتق لكن لو نعوذ بالعدد المشتق هنا نلقى مشاكل عدة هنا ما علينا إلا بالكلام ونقول شيء واحد وهو أنه نضع ركزوا نضع هذه النهاية كليا لهي لميت أسية X ناقص X ناقص 1 على X مربع نضعها أبنائي تساوي لنا L يعني لميت يعني تساوي نهاية هذه النهاية نسميها L لا يهم ما هي يعني مطلوبنا هو إيجاد هذا الآن ماذا تصبح أبنائي؟ ركزوا أرجوكم حتى تعلموا ونضع شيء آخر ركزوا ونضع X X يساوي ماذا؟ يساوي لنا 2T يعني في مكان X كل X من هذه العبارة التي أريكم هي هنا وهنا وهنا نضع ماذا؟ نضع 2T لكن نلاحظ عندما X يقول حسب النهاية الشهر حسب ما نعمل هنا X أين يقول؟ يقول إلى الصفر ركزوا هنا T ماذا يصبح أي؟ ماذا؟ أي أنه T يصبح أكيد يساوي لنا X على 2 لاحظوا من هذه العلاقة لو ننقل الاثنان إلى الطرف الآخر أكيد سوف ينقل إلى المقام هذه من خصائص الضرب إذن ماذا يصبح؟ لو نعوذ هنا بالX بماذا؟ قلنا بالصفر لأنها هو X يقول إلى الصفر نعوذ بالصفر كم نجد صفر على إثنان؟ لهي كم أبنائي؟ الصفر معناه يصبح T أين يقول؟ T يصبح يقول مثل ما يقول X معناه T يصبح يقول إلى الصفر هذه بالدرجة الأولى يعني هنا معرفة لما أننا بدلنا المتغير علينا معرفة أين يقول تلك المتغير X يقول إلى الصفر T في هذه الحالة يقول إلى الصفر ماذا تصبح أبنائي؟ أكيد سوف نتحصل على الليميت نضع خط كسر هكذا حتى تكون أمورنا جد منظمة ونكتب هنا ماذا؟ السيت في مكان قلنا X نعوذ بإثنان T هكذا ناقص في مكان X قلنا بماذا نعوذ؟ بإثنان T ثم عندنا ناقص واحد على ماذا؟ على في مكان X قلنا نعوذ بإثنان T الكل مربع مع T يقول إلى الصفر ركزتم يعني في مكان X لم أفعل شيء في مكان X عوذت بإثنان T نلاحظ ماذا سوف ينتج أبنائي؟ أكيد تصبح ليميت سوف نكمل حساب نقطة بنقطة حتى التعلم تصبح أسية أسية في إثناني والتي في تي إذن إثناني في إثناني اللي هي أربعة والتي في تي يعطي لكم تي مربع يعني حتى تعرفوا ماذا حدث في المقام فقط الآن ما رأيكم أبنائي لو مضيف شيء تابعوا أرجوكم حتى تعلمون تصبح ماذا؟ تصبح الليميت قلنا دائما التي يقول إلى الصفر نضع خط كسر هكذا ثم نلاحظ نكتب العبارة اللي هي العبارة الأولى اللي هي أسية قلنا إثناني تي ناقص أسية إثناني تي ناقص إثناني تي ناقص واحد وفي المقام نتركها كما هي لأربعة تي مربع ما رأيكم أبنائي لو نضيف وننقص يعني لا يحدث شيء نضيف أسية لاحظوا نضيف إثناني ركز نضيف إثناني ركز إثناني في أسية تي وننقص في نفس الشيء إثناني أسية تي كذلك نضيف الواحد وننقص الواحد لم أفعل شيء أضفت شيء وأنقصته أضفت شيء وأنقصته يعني هذا كم صفر في الأصل وهذا صفر يعني لم أفعل شيء تابعوا أرجوكم أبنائي هنا ما علينا إلا الآن في شيء آخر تصبح ماذا تصبح لمت نأتي بخط الكسر نقطة بنقطة تتعلم أبنائي هكذا عندنا عندنا قلنا تي يقول إلى الصفر إلا أن لو نأتي ركزوا لو نأتي بشيء لو نأتي بهذه العبارة ركزوا مع ماذا مع هذه العبارة مع هذا الواحد نستخرجهم كليا تصبح هكذا إثنان أسية تي زائد واحد هذه الأولى ركزوا أكيد ماذا بقي لنا بقي لنا زائد ماذا بقي لنا هذا العدد وبقي لنا هذا العدد وبقي لنا هذا الناقص وهذا الناقص معناها تصبح لنا إثنان أسية تي ناقص إثنان تي ناقص إثنان لم أفعل شيء إنما جماعة البواق التي بقيت لنا فقط لهي هذه وهذه وهذا مع هذا أبنائي كم أعطي لكم ناقص إثنان فقط على ماذا على أربعة تي مربع الآن تعالوا نقوم بشيء آخر ألا وهو أنه نفكك يعني كل مقام يأخذ كل حد يأخذ مقام تابعوا ما معناه معناه حتى تفهموا تصبح ماذا تصبح الميت قلنا تي دائما يأول للصفر إلا أنه أفعل هكذا وأفعل هكذا يعني تفكيك المقامات فقط ماذا يحدث أبنائي يحدث هذا الأمر أنه أسية ركزوا أسية 2T ناقص 2T زائد 1 على 4T مربع وهنا كذلك ركزوا ماذا يحدث أبنائي هنا عندنا زائد 2 في أسية T ناقص 2T ناقص 2 على 4 في هنا T مربع لم أفعل شيء أبنائي فقط أركزوا قلت لم أفعل شيء إلا أنه قمت بتفكيك هذا لوحده والآخر لهو هذا لوحده فقط عندنا توحيد المقام وتفكيك المقام نكمل نقطة بنقطة أبنائي حتى تفهموا ماذا نريد أو إلى ماذا نريد أن نصل تابعوا لو نجعل هكذا خط حتى تكون أمورنا جد منظمة ماذا ينتج عندنا تابعوا إذن تصبح قلنا لميت هذه العبارة أبنائي سوف أكتبها أمامكم حتى لا تختار لتعلكم الأمور هكذا هنا قلنا أسية 2T ناقص 2 أسية T زائد 1 على 4 T مربع والأخرى زائد ماذا لاحظوا 2 أسية T ناقص 2T ناقص 2 على 4 T مربع مع T قلنا دائما يقول إلى الصفر يا أبنائي لو نركز جيدا إلى هذه العبارة نجدها أن هي الجداء الشهير رقم 2 كيف معنى هذه أسية 2T ناقص 2 أسية T زائد 1 هي في الأصل لو نلاحظها جيدا هي أسية T ركز ناقص 1 لكل مربع تعالوا وقوموا بنشرها تعالوا نقوم بنشرها كيف هو مربع الأول يعني مربع الأول هو أسية T لكل مربع زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء هي 2 أسية T تساوي هذه قوة القوة ماذا تقول قاعدة هي جداء القوتين لأسية 2T ناقص 2 أسية T ناقص زائد 1 وهو الجواب يعني لم أفعل شيء إذن هذا الأول مركز معنى يمكن الكتابة كيف لاحظ وهنا كذلك أبناء في هذه العبارة يمكن استخراج الاثنان كعامل مشترك يعني في هذه العبارة التي هنا تعالوا ماذا ينتج الأنى أبنائي ينتج أنه تصبح limit دائما التي مازال يقول إلى الصفر ركزوا أبنائي ثم نضع هكذا خط ثم هنا كذلك خط حتى تكون أمورنا جد منظمة عندنا قلنا البسط ماذا أصبح البسط أصبح أسية T ناقص واحد الكل مربع هذه بدرجة الأولى المقام ما هو كذلك المقام يصبح لهو 2T الكل مربع ركزوا أرجوكم فقط أبنائي زائد هنا أبنائي ركزوا أرجوكم زائد هنا يمكن قلت استخراج الاثنان كعامل مشترك من البسط 2 ماذا يبقى لدينا أبنائي أكيد يبقى لدينا تسية T ناقص T ناقص 1 هكذا على ماذا نستخرج الأربعة من هنا كعامل مشترك ونترك T مربع أركز هكذا فقط الكل يعني نريد البحث عن هذه النهاية تصبح ماذا تصبح سوف نضع خط كسر هكذا تابعوا أرجوكم حتى تعلموا تصبح لميت مازال التيقنا يقول إلى الصفر هنا لو نستخرج هذه الاثنان يعني ماذا ينتج لاحظوا نقطة بنقطة أبنائي هكذا ثم هكذا ينتج أنها في البسط يبقى لدينا السية لاحظوا السية T ناقص واحد الكل مربع وفي المقام T مربع لكن الأربعة نتركها هنا وهي واحد على أربعة فقط يعني في واحد على أربعة هنا عندنا الزائد أنه هذا يذهب مع هذا تبقى لنا ماذا تبقى لنا واحد هنا كأنما هنا الاثنان فقط يعني واحد على اثنان في ماذا في السية T ناقص واحد أو ناقص T عفوا ناقص واحد هكذا لاحظوا هكذا على ماذا على T مربع الآن نكمل نقطة بنقطة حتى تظهر لكم بعض الأشياء تصبح ماذا تساوي تساوي ثم وليميت قلنا واحد على أربعة وهذا العدد بما أن هنا مربع هنا المربع وهنا المربع بما أن عندنا كسر إذا كان مربع البسط ومربع المقام فيسوي مربع كل الكسر معنا تصبح أسية T ناقص واحد وهنا T الكل مربع لأن A على B الكل مربع يسوي لنا A مربع على B مربع هذه قاعدة أركز أرجوكم حتى تتعلم لاحظ هكذا ابنائي زائد ماذا واحد على اثنان في ماذا قلنا في أسية T ناقص T ناقص واحد على ماذا على T مربع لاحظ نقطة بنقطة ابنائي هكذا لما T يؤول إلى الصفر لكن هنا عندنا بعض الأشياء ركز أرجوكم حتى تتعلم إذا لو نأتي بهذه العبارة التي توصلنا إليها لاحظ هذه العبارة ابنائي ونقوم بوضعها هنا يعني حتى تذحي لكم كل الأمور تابعوا أرجوكم حتى تعلموا أبنائي لاحظ نأتي معناه إلى الأصل في الأول قلنا ماذا كان عندنا شيء نتابع جيدا أبنائي إذن ماذا ينتج أبنائي نتابع جيدا عندنا أن نقلنا عندنا نهاية مشهورة هي أسية تي ناقص واحد على تي هذه النهاية لما لميت لاحظوا تي يقول إلى الصفر هي مشهورة كم هي واحد بالعدد المشتق يعني هذه تظهر بالعدد المشتق حتى تعلموها يعني مع ما العدد المشتق معناه كأن ما نأتي إلا إلى هذه العبارة وهي أسية تي ونقوم باشتقاقها وهي أسية تي ونعوذ ماذا نعوذ بالصفر يعني هنا بالصفر وهنا بالصفر تعطي لكم واحد إذن يعني حتى التابع يعني هذا الجزء نحن عرفناه أنه كم هذا الجزء أبنائي نحن نعرف أن النهاية وهو كم واحد بالعدد المشتق لكن إلا تلك العبارة وواحد لما نربعه يعني لأن هنا عندنا التربيع هنا كذلك لو نربع تبقى لنا واحد هذا الأمر اتفقنا عليه إذن ماذا معناه معناه تصبح تساوي ماذا هذه النهاية كم قلنا أنها تساوي أبنائي هذه هي أسية تي ناقص تي ناقص واحد على تي مربع لو تتذكرون هي نفسها وضعناها أنها هي الآل هذه النهاية سميناها آل ركز أرجوكم سميناها آل والنهاية الأصلية التي انطلقنا منها كيف سميناها كذلك آل معناه ينتج لاحظ آل ركز آل هي البداية هذه سميناها آل آل تساوي واحد على أربعة في آ في هذه وجدناها كم وجدناها واحد زائد واحد على اثنان قلنا هذه كم وجدناها قلنا سميناها آل ها هي أمامكم حتى ولو غيرنا تبقى لنا دائما آل يعني في آل هكذا هذه ربما حتى يفهم الجميع قلت هذه أبنائي ركزوا حتى لا تبقى لكم شاربة في ذهنكم هذه قلنا كم واحد تصبح واحد على اربعة في واحد زائد نصف هذه سميناها آل من الاول انطلاق الاول سميناها آل وبدايتها كم وجدناها كذلك آل يعني يصبح كأن في مكان كل تلك العبارات نجعل آل تساوي تساوي آخر كم تساوي لنا آل لأن هذه نتفقنا عليها في الأول أنها تساوي آل ثم نحل هذه المعادلة ذات المجهول آل لو ننقل هذه القيمة أبنائي إلى هذا الطرف ماذا ينتج أكيد سوف ينتج أن آل ناقص نصف آل تساوي لنا ربع نوحد هنا المقام يعني حتى تكون الأمور هنا اثنان وهنا اثنان اثنان ناقص واحد بمعنى المقام واحد تصبح ناقص آل يساوي لنا ربع ومن آل يساوي لنا ربع على نصف يساوي لنا ماذا حسب أن الأول يبقى يصبح هنا واحد على أربعة في مقلوب الثاني وهو اثنان على واحد كم تساوي نختزل هذا مع هذا تساوي لنا اثنان عفوا ليس اثنان نصف تساوي لنا نصف إذا نهاية هذه العبارة تساوي لنا نصف فقط إذا نضع هنا تساوي واحد على اثنان فقط وهي أمامكم أبنائي على المنحنة كما تلاحظون هذا هو منحنة هذه الدلة ها هو الصفر لاحظوا الإجلاق كم يا أبنائي كم هو هو النصف هو النصف بكل بسطة فقط بهذه البسطة المطلقة قد تعلمنا أبنائي يعني كيفية حساب نهاية من هذا النوع وفي الأخير أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو وزوروا موقع عليه وصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر